السلام عليكم وحمد الله وبركاته اخوتي اخواتي مرحبا بكم فيديو جديد موضوع جديد مع فيصر المدر مرحبا بكم كاملين اخوتي اخواتي بجتنون تبارتاج الفيديو على اوسع النطاق اوسع النطاق اخوتي اخواتي الموضوع ديال اليوم كما اشتف العنوان دياله جد مهم وجد جد جد هام اخوتي اخواتي المجموعات الافوكس او حسب افوكس يطلب من الحكومة الاسبانية من شراء مئتين صاروخ دي حماية اسبانيا من الجزائل والمغرب اسمع الخوز بغى نحيز فوكس بغى يخلق الفتنة بغى يدير الفتنة يريد اقتداء مئتين صاروخ من اجل حماية اسبانيا من الجزائل والمغرب حيث ان مجموعة قدمت مجموعة ديال فوكس البرلمانية هاليوم الثلاثة يعني هالثلاثة اهدال لدات في مجلس النواب اقتراحا غير قانونية تطلب من الحكومة استراتيجية قادرة لحفاظ على تفوق قوتها المسلحة في الجناح الجنوبي لشب الجزيرة وذلك باضافة مئتين صاروخ مضاد لسفينة بعيدة المدى من اجل حماية اسبانيا من المغرب والجزائل الخوز بغى بالنسبة للمجموعة التي يقودها سانتياغو اباسكال فان ندرة الموارد التي تشهدها وزارة الدفاع الاسبانيا في سنوات الاخيرة سمحت لهذه البلدان يعني اسمحت البلدان شكونا هي المغرب والجزائر اسمعوا اسمعوا بتقليص الفجوة بين قواتها قواتها المسلحة ونظيرتها الجزائرية والمغربية والتي من اجلها وطلبوا بالحفاظ على الدفاع عن البلاد في الاراضي جزر البليار يعني بحر البوران وسبتا مليليا مضيق جبل طارق فيليز وجزر الكناري وغيرها اخوتي اخوتتي كما يمكن يمكن قراءة هذه الرسالة فقد زادت ميزانية الدفاع الجزائرية ها هي دخلت الميزانية الدفاع الجزائرية وقد شرحها اسمعوا السبليون سمعوا حزب يالفوكس الفتنة عزيز عليه الفتنة بنسبة 157 يعني الميزانية الدفاع الجزائرية زادت 157% كما ان البحرية الجزائرية حققت قبضة نوعية في قدرتها على الردع بوضع نفسها على انها الدولة المتوسطة الوحيدة الى جانب اسرائيل قادرة على اطلاق صواريخ هجومية ارضية كما يوازن التنظيم السياسي بين الاوضاع الامنية للمغرب واسبانية موضحا ان المغاربة قد حصلوا من الولايات المتحدة على 12 صاروخا مضادا للسفل من طراز اجي ايم 840 يعني تنى المغرب شفت انه تقدموا تقدار 12 صاروخ مضادا للسفل من الولايات المتحدة الامريكية وهذا خلق البن السبال للحزب ديالفوكس واحدة قلق كبير كبير اخوتي اخواتاتي يعني كما كنشوفه كذلك على ان جزء من اعادة تسليح متيرة للقلق لجارتنا الجنوبية التي تشمل الفروع الثلاثة لقواتها المتلحة يعني المغرب عنده فروع ثلاثة الفروع ان هناك فروع ارضية وبحرية وجوية بينما في المجال الجوي للجزر الكناري فقط من سرب يعني F18 أبلو تمتلك اسبانيا عشرين طائرة من طراز الاستول وهي اقدم طائرات بالاضافة الى الحدث على الحصول مثل تحت على حصول 200 صاروخ هذا الحزب ديالفوكس تحت على حصول 200 صاروخ يطلب من الحكومة الاقتناء ديالها ضد الصفون يعني لطاولة المدى يعني كتشوفوا اخوتي اخوتي اخواتتي على ان تحليل المقارنة بين الدفاع الاسباني والمغربي والجزائري يعني خلال حزب ديالفوكس يدخل شوية ديال القلق ويدخل شوية ديال الخوف والهلأ من جارتها يعني جارتهما الجزائر واسبانيا كما قلتكم اخوتي اخوتي اخواتتي مديما نقندلكم هاد الاخبار يعني هاد الخبر يالله نزل اليوم نهار 28 شهر عشره 2020 على الساعة الرابعة وبغينا نتقسمه معكم اخوتي اخوتي اخواتتي فلهذا احنا لازلت نقولها وما لازلت نعودها لازلنا لا ما كان خافون تشي حاجة اني الخوف من الله سبحانه وتعالى حيث ديالفوكس يخرج الفتنة بين اسبانيا والمغاربة والجزائريين فلهذا اخوتي اخوتي اخواتتي بارتاج لهذا الفيديو على اوسعي نطاق شكرا جزيلا للمتابعة وحبكم في الله واتشي مكين في الاخبار السريعة وحبكم في الله شاركوا معي في القناة تفعلوني الجرس وعطيوني اللايك لاجبوني المحتوى للموضوع والسلام وعليكم وعصول الله يساول الله وبركاته والبرتاج